هذا وتعد الرؤية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك المفدى في عام 2008 رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني حيث تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين رؤية شاملة وطموحة وضعها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ساهمت في مواصلة تقدم مملكة البحرين على سلم التنافسية العالمية في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الوطني والمواطن فقد رسم جلالته بحكمته ونظرته الشمولية نهجا وطنيا واضحا للارتقاء بمختلف القطاع ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقد توجت هذه الرؤية عام 2008 بإطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى مواصلة تكييف الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما يحقق ريادة اقتصادية تضمن تحقيق تطلعات المواطن عبر تحقيق استدامة شاملة في مختلف المجالات وهناك مؤشرات واضحة على تحقيق مملكة البحرين لخطوات متقدمة نحو تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 منذ عام 2008 وحتى نهاية العام 2018 ومن أبرزها ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في نهاية العام 2018 إلى 40.5% بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 49.5% كما ساهمت جهود التنوع الاقتصادي المواكبة للرؤية الاقتصادية 2030 إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بنسبة 77% في عام 2008 إلى نسبة 82% في نهاية العام 2018 كما بلغت نسبة الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين هذا العام 32 مليار دولار وبالنسبة إلى دخل الأسرة البحرينية فقد ارتفع في نهاية العام 2018 إلى 47% مواكبة مع زيادة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل أما بالنسبة إلى عدد المستفيدين من برنامج تمكين فقد بلغت النسبة 200 ألف مواطن بحريني أما بالنسبة للشركات المستفيدة فقد بلغت 52 ألف مؤسسة كما بلغت نسبة دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات قيد التنفيذ 86% أما طموح مملكة البحرين اليوم فهو مواصلة التقدم نحو تحقيق استدامة شاملة في مختلف المجالات عبر استشراف المتغيرات وموائمة الخطط الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمخرجات التنموية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة اشتركوا في القناة